بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب الجزء دوت إن شاء الله هيكون الجزء الثالث في الفصل الأول لمادة نظم التشغيل والجزء دوت هيكلم فيه عن موضوع مهم هو إحنا ليه بندرس نظام التشغيل طيب عشان نبتدي نتكلم في الموضوع دوت نبدأ مع بعض نسأل السؤال اللي جاي دوت السؤال بيقول إيه؟ Why study operating systems؟ إحنا ليه بندرس نظام التشغيل؟ طيب الإجابة هتكون في تحديد أربع أشخاص بيدرسوا نظام التشغيل ونبدأ مع بعض نحدد كل واحد فيهم ليه بيدرسوا بنقول إن إحنا عندنا أربع أشخاص هم مين؟ اليوزر اليوزر بيدرس نظام التشغيل ومعنا كده يعني إيه يوزر؟ يوزر معناه إنه هو مجرد فرض عادي جدا بيتفاعل مع نظام التشغيل إمتى؟ في الوقت بس اللي هو محتاجه فيه يعني أثناء عمله بيشتغل عليه بس وكمان في بعض يكون عارف بعض الأجزاء اللي فيها حماية أو فيها أشياء تحمي شغله اللي هو security risks يبقى إذن اليوزر مجرد شخص عادي بيتعامل فيه مع النظام التشغيل في وقت محدد بس اللي هو الوقت اللي هو محتاجه فيه وعايز يعرف البدائيات والمفاهيم الأساسية عشان يقدر يتعامل مع الجهاز ده أول واحد أول فرض اللي هو مين اليوزر تاني فرض مين اللي بدرسه الapplications programmer اللي هما مين اللي هو مبرمجين التطبيقات وكلمة مبرمج تطبيق معناه إنه هو اللي أنشأ برامج التطبيقات وهو اللي كاتب الكود بتاعها دي معناها كلمة applications programmer طيب زي إيه برامج التطبيقات مثلا؟ عندك أمثلة لبرامج التطبيقات زي الأوفيس ده برنامج تطبيقي زي مثلا على سبيل المثال برامج اللي هي برامج اللغات البرمجة زي الجافا عندك سي شارب كل دي بنسمها برامج تطبيقات طيب إذن مبرمج التطبيقات يهمه جدا إنه هو يعرف ويفهم يعني إيه نظام تشغيل عشان يبدأ يعمل التطبيقات اللي هو محتاجها واللي هو بيبنيها طيب ده رقم اتنين يبقى احنا اتفقنا دلوقتي أنه رقم اتنين هو مين؟ الapplications programmer يبقى احنا قلنا اليوزر والapplications programmers من تاني يا جماعة من تاني system programmer اللي هو مين؟ اللي هو المبرمج اللي بيبرمج الأنظمة التشغيل نفسها أي systems programmer مبرمج الأنظمة وهو دوت اللي بيكتب الأكواد اللي هي اللي بتتحط في أنظمة التشغيلها integrates with operating system اللي هو بينشئ نظام التشغيل نفسه يعني هو اللي بيقوم بنظام التشغيل نفسه هو اللي بيكتب الكود بتاعه لازم يفهم إيه بقى ده بقى لازم يبقى must have a working knowledge آه لازم يكون عنده خبرة بقى في العمل على نظام التشغيل ومفاهيمه الأساسية وكمان إيه كمان؟ والتقنيات بتاعته والتكنيكس يبقى ده رقم كما جماعة آه أيوة صحي كده رقم ثلاثة اللي هو system programmer من كمان اللي لازم يدرس نظام التشغيل؟ آه الكمبيوتر ساينتس تعالم حاسب آلي بقى راجل عالم في الحاسب الآلي لازم يفهم بقى إيه؟ لأ ده لازم يفهم الشغله من جوه والشغل الرئيس اللي هو central work ويفهم كل جزء شغاله إزاي؟ زي إيه؟ زي process management إدارة العمليات لازم يدرسها كويس وجدولة اللغراتمات بتاعتها والsynchronization اللي هي التناغم ما بينها والdeedlock اللي هي الاختناقات اللي بتحصل للprocess وإيه كمان؟ ولازم يدرس كمان memory management إدارة الزاكرة وطبعا أنواحها المختلفة الكاشنج والvirtual memory الزاكرة الافتراضية والfile systems وأنظمة الملفات وإيه كمان يدرس إيه كمان؟ ويدرس كمان التفاعل ما بين الكمبيوتر والإنسان human computer interactions والcommands والأوامر اللي احنا محتاجيني أو لو كان فيه graphical user interface GUI يبقى احنا كده يا جماعة بنختصر الكلام اللي احنا قلناه في الجزء ده وبنقول إن احنا بندرس نظام التشغيل ولكن فيه قبل ما نجاوب على السؤال لازم يقولوني فيه أربعة بيدرسوه الuser applications programmer computer scientist system programmer معايا بس أنا عايز أختم الجزء ده بالسؤال تفتكر انت مين فيهم؟ انت مين في الأربعة دول؟ تحب تبقى مين؟ تحب تبقى يوزر؟ ولا system programmer؟ ولا application programmer؟ ولا computer scientist؟ هسيب لك انت بقى الإجابة تجاوب انت على الجزء دوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة